اشتركوا في القناة الشيخ الحر او الهيئة الشرعية لليوم العاشر على التوالي على المناطق التي تحت سيطرة النظام وتحت سيطرة المعارضة يعني بالتعبير الحلبي المحتلة والمحررة كان الهلال الاحمر يحضر الماظوت لتشغيل العنفات المسؤولة عن ضخ المياه في المؤسسة التي هي ما بين حي الهلوك واسليمال الحلبي النظام ما عد بعد ماظوت وفق الاتفاقية والمياه مقطوع حاليا عن كامل حاليا بقرام الهيئة الشرعية يعني عشر ايام الناس ما شافت المي ولا تحممت ولا غسل يتصحون ولا شيء هناك اطفال رضع نساء رجال شيوخ يعني انا بدي اسأل سؤال يعني السوريين اللي عند النظام صهاينة مثلا صهاينة يعني سوريين يعني زيهم زيكم يعني زينا يعني اصلا نصهم من حلب الشرقية او المحررة تقطعوا المي عنهم ليش يعني مشان قال ايش قال مشان النظام يوقف البراميل يعني هي فارقة معه كثير يعني بربكم هذا حكمي هذه والله قطعنا المي عن ناس المعتر اللي ضابت في حلب مشان بس النظام يوقف البراميل يعني اخي اذا كان النظام او عدوك عاطل فلا تتخلق بأخلاقه رغم كل شيء يعني هذول حلبيين سوريين ما بسر الكلام بطلب من هذا المنبر وفق ايضا مناشدات مئات المناشدات الى الهيئة الشرعية في حلب اقوى سلطة تنفيذية معروفة في المنطقة الاسطرعية للمعارضة يا جماعة الخير رجعوا المي النظام لا يسقط بهذه الطريقة يعني معبر بالسان القصر او معبر رفع لما قطعتوا انتو الامدادات الغذائية عنه قبل سنة ونصف يعني سقط النظام بالله مين ضل بحلب ليش يا ناس يا عالم مين الزنقين بالتعبير الحلبي او ميسور الحال راح يا اما غازي عنتاب يا اما اسطنبول يا اما القاهرة يا اما دبي يا اما راحوا يعني الزنقين المتوسط الحال والكفاف راحوا على المخيمات لك قسما بالله ما ضل بحلب الا اللي ما معه اجار طريق وحق اكل لعياله ليومين يعني مبسوطين الحلبي يعني بالليعب يصير مفكرين بحلب اقل من بحلب التي يسلط على المعرضة او المحررة بقي فيها اقل من 10% من السكان بقوا فيها بسبب البراميل هذول كلهم مع التارين ومساكين فالله يرضى عليكم رجعوا المي ونحن جايين على حلب بعد كم يوم نزوركم ونطمن عليكم معه بظلاب افضل من جبل الخواطر فأوجدوا حلا لهذه الطريقة عشر ايام لا تعرف كامل بندينة حلب شيء اسم المي النظام بيدبر مي الاجهزة الامنية بيدبر مي الجيش اللظامي بيدبر مي اذا نقيم بيدبر مي اذا بقي يعني بس رايح على المساكين والمعتري هذه نقطة ما تزال ايضا المعارك مستعرة قرب مدينة كسب ما دعا فريقا طبية لانشاء مشفى ميداني داخل المدينة المشافل الميدانية الاخرى وذلك لتسهيل عملية انقاذ المصابين نتيجة الاشتباكات نتابع هذا اخر تقريب في هذه الحلقة ولأحمد كنجو ونوضعكم عليها ونلقاكم ان شاء الله الحلقة المقبلة متزال المعارك مستمرة على قمم الجبال المحيطة بمدينة كسب ما دعا الناشطين لانشاء مشفى ميداني داخل المدينة لإسعاف المقاتلين الذين يصابون في المعارك وقام الناشطون بتجهيز المشفى لاستقبال جميع الحالات سواء الإصابات الخفيفة أو حتى الإصابات التي تحتاج إلى عمليات جراحية معقدة بسبب بعض المشافى الأخرى الميدانية الأخرى الموجودة في المناطق المحررة عن مدينة كسب المحررة حديثة الآن هو في عدة أقسام عن القسم الأساسي اللي هو غرفة العمليات الجراحية المجهزة بالإضافة إلى غرفة إسعافات أولية وبسبب خطورة المعركة يتوقع الناشطون والعسكريون أن يقوم النظام السوري بتوجيه ضربة بالأسلحة الكيميائية على الرغم من أن النظام قد سلم تسعين بالمائة من ترسنته الكيموية بقرار من المجتمع الدولي إلا أن المعارضة السورية لا تثق بما يقوله النظام ما دعاهم إلى بناء هذه الخيمة والتي تستعمل في إسعاف المصابين بالأسلحة الكيموية أحمد كنجو الغدو العربي كسب ريف اللاذقية ترجمة نانسي قنقر